ايش? ايو? انا كان لها سؤال بعد ايزا نحضر. اه اتفضلي فضلي. اه انا انا كمهندس صباح لسه كان عندي مشروع لسه بيبدأ. ايه 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 اخصوصك ايه 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 انا ما دنيا فان. تماميا بس. اوكي? اه ممكن حواليك مس تديني كسبوط ايه 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 ان نقدر استفيد ازاي من الكورس ده كانشاءات لسه ايه لسه على الارض الوقع. مش مش خلاص بدأت مثلا وانا ما عمل لها صيانة. ام ام. طيب هو احنا يعني بصي عندها سيانة عشان نكون صريح معاك. ايه 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 هو الكورس في الحتتين مع بعض. ولكن النسبة الاكبر في الفوكسينج على الحتة بتاعت ان المنشأة خلاص اتعاملت واشتغلت. بعد الانشاء. اه يعني عشان هو مرضو حتى اسمه ايه? ادارة الصيانة. هو الكورس اسمه ادارة الصيانة. فانا هعمل صيانة لحاجة لسه اه انستولد. فمش هيبقى ايه? مش هيبقى اه مش 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 صيانة لسه لحاجة مش انا انستولد. انا بتكلم ان يعني ااخد بيني مسلا من الحاجات ايه معينة? اه 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 فهمتك. ايه 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 فهمتك 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 ايه اللي اعمل حسابي من دلوقتي عليه علشان قدام مش مشاكل. ايه 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 انا ماريته قبل ما مدخل فيه. تماما. قفت ده حاجة قويسة جدا. اه. ان انا قبل ما قبل ما الفصلة الاسكولاتي بقى موجودة. تماما. امتبعيها من دلوقتي. تماما. ابقى واحدة بالي. عشان بعد كده مسلا ميحصلش مسلا اه اه. اه. حصل حاجة. لا. مظبوط. وهي اصلا لسه بتعمل لها الديزاين. ابقى واحدة بالي. اللي حاجة بتبقى يعني اه مظبوطة ازاي. فهمتك قصة حضرتك. بص هو مبدئيا مبدئيا احنا بالفعل كنا احنا بنقول الكلام ده في وسط السطور يعني ما بين السطور. ان احنا كنا بنقول على فترات كده خلي بالك يا جماعة مسلا اه في في الديزاين بتاع المكاة يعني كنا بنقولها في حتة المالية بالذات اتكلمنا فيها اه في الحتة الاستراتيجيك بلاننج اه 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 ان انت بتعمل بلاننج اساسا زي الموضوع في حتة الصيانة برضو. يعني انا نوعت ما بين بفور وافتر. وان اتركز معاك على الحتة ديت. بص يا اندرس انت الحتة دي الاجابة اللي هترياحك يعني او اللي هتبقى الاجابة اللي بالنسبة لك هي في المحاضرات بقى العملية. اللي هي محاضرة مثلا يلا بينا نشرح النهاردة الاتشفاك. يلا بينا نشرح النهاردة الفاير فايتنج. يلا بينا نشرح النهاردة الحاجة في الكهرباء. حاجة في. دي بقى اللي هتكون فرقة معاك. خاصة الحاضرات تخصص مدني. تمام. دي المحاضرات العملية اللي هي قدام شوية يعني وممكن تكون بتدام المحاضرة اللي جاية أولي بعدها دي اللي ممكن أعتكر إن شاء الله هتستفيري بها في في الفوكسينج في الحتة لي بازال ماشي وانا برضو من دلوقتي احنا خبالوي بالإضافة ان احنا فيما قبل كده كنا احنا بالفعل مركزين على ان انا اخب بالي افتر وبالفور ايه الدنيا تمشي ازال طيب انا عارفة مهاركة اصلا معانا في الجروب بتاعنا بتاع البحيرة بشونس محمد اه اه انا اصلا انا اصلا من كفر الدواري والله طب انا كمان من كفر الدواري اندسة اصلا يعني بس حالة ممكن في اسكندرية انا بس كم مشروع بتاع البيضة دلوقتي اللي بيتعامل جديد عندنا في البيضة اه اه لا تماما انت معانا على الجروب على الواتس انا معك انا شوفت حضراتك منازل جروب البحيرة فشوفت حضراتك عشان كده بس اعرف حضراتك بنفسي طيب اتشرفت بحضراتك جدا وان شاء الله نتكلم مع حضراتك بعد الكورس ان شاء الله ويتبقى تعرف كويس جدا بحضراتك شكرا ان شاء الله شكرا ان شاء الله لا 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 احنا تحت امرك تحت امرك وكلكم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداية النهاردة ان شاء الله هنستكمل الشغل الاشتغلناه خليبكوا جماعة والله المدخلات اللي بتعملوها هدية مش مضيعة للوقت الخالص بالعكس بتديني لان الناس الحمد لله رب العالمين مهتمة بالموضوع الناس استفادت باللي فات الناس عايزة تستفيد باللي جاي التفاعل ده انتوا عارفين من مشاكل اللي هو الشغل الانلاين ما بتبقاش انت قاعد في وسط الجروب اللي انت بتدلها فانت بتحس ان انت انت مش شايف الناس يعني ايه يرونهم من حصلة يرونكم يعني انت مش شايف الناس بتاعتها ناس فاهمة يعني جزء من الناس بيستوعب جزء تاني غير بيستوعب يعني زي الكورسز بتاعت الزبان بصراحة انت تبقى في محاضرة كده والناس كلها قدامك بتبقى موفيدة اكتر وطبعا دي بقى فايدتها الانلاين فايدتها ان انت في في اي وقت في بيتك وتقدر ترجع تاني للكورس تاني ما بتستغلش وقت في المواصلات يعني برضو كل حاجة لها ميزة وكل حاجة لها عيب ودي قاعدة الزهبية في مجال الانجينيرينج كل حاجة في الدنيا ليها ميزة كل حاجة في الدنيا ليها عيب مفيش حاجة فكل حاجة في الدنيا ليها مزاياها وليها عيب احنا بفضل الله اتكلمنا مع بعض في الفترة اللي فاتت دي كلها عن تعريفات العامة لمجال الصيانة يعني انا بحب دايما كل محاضرة كده يعني ادي سريع جدا بحيث برضو يبقى الناس ايه تربط اللي فات باللي جاي قلنا الشركات اتكلمنا عن معلش هات دخلت على اللينك تمام دخلت على اللينك معلش هاخره تاني معلش كده عملت على السريع على اللينك مع مرة دي عندك قلنا برضو بتاعة مدير الصيانة اتكلمنا في المودلز بتاعة الفاسيليتي مانيجمنت اتكلمنا على انواع الصيانات ودي كانت المحاضرة التانية ماشي اه ولو تفتكروا تكلمنا عنها وده كان اهم من هو من انواع الصيانات طبعا بفكركم تاني ان احنا نزلنا البروفايل مش بروفايل معلش اسف البي دي اف نزلت البي دي اف على الجروب اه للناس اللي حابت تعمل يعني كلمنا برضو عن الشغل بقى اللي هو بتاع التكنولوجي وتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الحتة بتاعة الشغل بتاع وايه هو عشان تقدر انت تستعين به وتستفيد به كمهندس ان احنا ده انت طالما بتتركى في البوزيشن بتاعك فانت لازم تبقى النوريج عندك اوسع النوريج عندك تكون اوسع ما تبقاش بقى خلاص وقايف عند حتة ان انا لا انا راجل مهندس وما ليش دعوة باي حاجة تاني لا ده طبعا مش صح فانت لازم بكون برضو ملم بالحتة المالية ولذلك احنا هتكلمنا في الحتة المالية شوية ما خلصناش الشغل فيها كلمنا عن مش باستفاضة يعني كده عنها التنبؤ المالي عملية التقدير في الميزانية وشرحنا في المحاضرة اللي فاتت نموذج لموازنة وقلنا اللي انت بتاخدها في اعتباراتك اللي انت بتعمله في حساباتك وانت بتدي القرار السيانة جماعة في الاول وفي الاخر هي قرار هي قرار وهو قرار سريع جدا يعتمد على سرعة بديهة الشخص ومدى كفاءته في معلوماته في ان انت تدي قرار في اسرع وقت ممكن بحيث تقلل خسائر باكبر شكل باكبر امكانية فطبعا لازم عملية تكون عندك في بماغك كده كده زي كيميا في بماغك مالي وستميشن يعني التقدير المالي للموقف والخسائر المالي الممكن تنتج في الموقف ده او عملية الصيانة دي وكمان نتيجة عملية الاصلاح هيكلفني كام طب ايه الاوفر ايه الاحسن ايه الابشنز اللي قدامي ازاي انا اتصرف فيعني كل الامور دي يا جماعة حاجات مهمة جدا ان تبقى عندك فلازم يكون عندك في ال لازم يكون عندك شوية اعتبارات في اتخاذك للحاجة الاستقرائية يعني تاخد بالك من الاشخاص تاخد بالك من المرافق تاخد بالك من الاعطاء المفاجأة تاخد بالك من الصيانات اصلاحات مشاريع اللي انت متتوقع تعملها ويبقى عندك الداتا اللي انت مجمحة في كل باند من البمود مهمش ااخد بالي يعني انا اتفرج على الحاجة لما اقصدش اخد بالي يعني انا اقصد بقى خبالي من الباند من ايتم ده يعني ابقى عندي الداتا المتعلقة بهذا الباند يبقى عند الداتا اللي هي اللي هي علاقة سواء بقى تكليف ومرتبات وإلخ أو سواء الوتيلتز الوتيلتز بتكلفني كام وقلنا الطرق اللي انت تاخد بالك منها في المحاضرة اللي فاتت هو في حد بس فاتح المايك عشان فبيعمل صدى صوت فهستأذن ويقفل ففي عندك الوتيلتز انت عندك الوتيلتز بتصرف عليك ايه بتستغلي منك مساحات قدي يعني يعني الشخص الواحد اللي داخل عندك النهاردة في الفاسيليتي بتاعتك بيكلفك كام بتصرف عليه قدي وحيجيب لك كام بقى وهو انت انت الشغلانة بتاعتك بتصرف كام تبقى عارف الشغلانة بتصرف كام المحاسبين بقى والصف الفينانشيال هو المسؤول عن الجزء بتاع احنا حيجلنا كام وبنان عليه في الآخر بقى الفينانشيال المانيجر بيقرر بقى اذا كان الشغلانة دي خسرانة ولا البروجيك ده خسران ولا كسبان فانت انت source of data انت مصدر ال data انت اكتر حاجة بتصرف في المشروع مصاريف التشغيل يعني انت توقع معي مثلا مرتبات الام جانب مثلا تكاليف المرتبات بتاعت الادارة الهندسية او الصيانة مع ادارة السلامة الصحة المهنية كل دي وتكاليف كبيرة جدا اعتقد يعني بنسبة مش اقل من 80% 80% من مصروفات اي مؤسسة بتبقى انت المسؤول عنها انت المتسبب فيها المتسبب الاول فيها والله يمكن اكتر من كده يعني انت كمان متحمل على السكوب بتاعك اليوتيلتي بتصرف ايه اليوتيلتي اللي هي بقى كل مية والكهربة والغاز موجد ولو في اي والسرار واي حاجة بتستهلكها مستهلكها وقطع غيار وغيره كل ده انت اكتر حد السكوب بتاعه كبير كل ده انت اكتر حد السكوب بتاعه بيصرف فكل ده انت اكتر حد بتكلف المكان فلازم انت تكون مهند لامور ده لو انت لو فكرنا بالحطة شوية لو انت عندك شغلانة عايز توفر فيها او عايز تكسب منها اول حاجة بتعملها ايه يعني بنتكلم بالماني وايز الف به شغل الف به بيزنس ان انا هقلل المصروفات بتاعي طيب لما اجي بقى مين هنا متسبب عن المصروفات مين هنا اللي مسك المصروفات ساعدتك كفاسيليتي منجمين او انت اكبر حد ليه لان ان انت بتصرف 80% من مصروف المؤسسة المصروف يبقى انت اكتر حد المفروض انه هو يوفر طيب ده اول طيب انت بقى كفاسيليتي منجر اول حد المفروض يوفر فانت بتشوف اللي سكوب بتاعك وتعمل نسب لكل مصروف بتصرفه في الفاسيليتي عشان في الاخر تقول اكتر حاجة بتكلفني هنا كفاسيليتي هو بند اللي مش عارف ايه وبناء العائلية بتري هنا هو بند مثلا الصيانة طيب او هو بند أو هو مثلا ده بند بيكلفني 20% من المصرفات بتاعتي مصرفات بتاعتك ادارة بتكلفني 30% من المصرفات بتاعتك فانت لازم يكون عندك النسب دي واضحة ومتوضحة تمام طيب قلنا برضو في اعتبارات الاساس والارضيات والطرق ده تكلمنا على بتاعة المحاسبة مش كل ولكن دول اشهر مبادئ محاسبية لازم انت كمهندس تكون عندك على ضراية بيهم اللي هو الROI والكاش payback system والNPV والPCR والIR الROI اللي هو return on investment او العائد على الاستثمار بتاعك وده معادلة يعني خلي بالكم في الفترة اللي فاتت تقولت معادلات بسيطة علشان ما تبقاش الامور مع ادم عن الناس تمام فاللي هو ايه وانت واقف كده بتحسب بالورقة والألم المعادلة بتاعتك خلاص شكرا للموضوع وصلت الROI وتكلمنا عن payback period لفترة استرداد المشروع يعني المشروع هيجيب تامله في كام سنة وده كان مثال قدامنا هوت ان المشروع اللي قدامنا دوت هيجيب فلوسه بعد 4 سنين وليك انت بقى القرار في الاخر امش انت طبعا انت هو لي في القرار في الاخر اذا كان هيكمل يعمل المشروع ده ولا ما اعملوش لان خلي بالك انا مش بقول مشروع جديد هنا اي حاجة انت بتعملها اي حاجة انت will be installed concepted as a project اي حاجة انت يعني داخل عليها هتعملها فاتعامل معها كمشروع فلازم يكون عندك التولز اللي فاتت دي هتشوف هتكسب ايه من وراء مثلا عملية هتم المعدة عملية استبدال لمعدة تمام عندك عربيتك عربيتك عملا تصرف عليك وعملا تشتغل وتكلفك مصاريف صيانة وتكلفك 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 طب 8 عربية جديدة كام فدي project فانت تقرر امتى ابيع عربيتي امتى ابيع العربية اللي بتكلفني مصاريف كتيرة امتى يكون اوفر لي the best way for me فانت كل حاجة في حياتنا تعتبر project حتى في الصيانة لا الصيانة تعتبر project actual payback period وقلنا دي لها مزايا ولعيبة وكل طريقة من الطرق دي لها مزايا ولها عيبة برضو قلنا المزايا وقلنا العيوب بتاعت net present value net present value دي اللي هي صافي الريمة الحالية يعني الفلوس اللي انت دفعها كمان عشر سنين حتساوي كامل نهاردة يعني وضربنا مثال شخص بيحياخد بعد ثلاث سنين سيقبض عشر تلاف دولار بعد ثلاث سنوات مع اعتبار ان سعر الفايدة في السوق النهاردة هو 8% فالشخص ده العشر تلاف جنيه بعد ثلاث سنين دول حيساوي كامل النهاردة حيساوي ما يعدل سبعة تلاف وتوسعمائة جنيه مع اعتبار سعر فايدة السوق هو 8% اتكلمنا برضو عن مزايا هذه الطريقة وعيوبها اتكلمنا برضو عن benefit cost ratio PCR benefit cost ratio ازاي بتحسبه انت بتحسب benefit expected from the project اللي انت بتتوقع تصرفه benefit expected from the project اللي انت بتتوقع تصرفه من المشروع على the cost of the project على يعني العادة استثمائية على قيمة حجم الاستثمار بتاعك فتدي لك نسبة مقوية هذه النسبة المقوية تدي لك انطباع لو الـ CPR ده الـ PCR دوت أكبر من واحد يبقى الـ Project دوت إكوني ميكالي كويس جداً وحيجيب مصروفه لو الـ CPR دوت يساوي واحد فإذاً هذا المشروع متعادل لا حيكسب ولا حيخسر في الفترة الزمنية التاعته طيب لو المشروع ده أقل من واحد لا ده كده مشروع خسران وما ينفعش يتعامل تمام؟ فدي كلها أدوات وبرضو آخر أدوات عندنا نسبة العائد ودي برضو كلها معادلات كبيرة جداً جداً ويعني ما نصحش أننا نتكلم فيها كثير لأنها بصراحة كمبريكيتت جداً ولكن لازم على الأقل يبقى أنت عارف حتى الفينومي ده المصطلح قدامك طبعاً والكلامي عن الإدارة المالية الإدارة المرافق والعراس الإدارة المالية وأنواع العقود وعقود طبيعتها النهاردة حنتكلم بفضل الله عن الكابيكس والأوبيكس الكابيكس والأوبيكس دول مصطلحين مهمين جداً في عملية إدارة الصيانة مينتينس مانيجمينت الكابيتال إكسبيندتشرز وي الأوبيراتينج إكسبيندتشرز هو الكلمة متقسمة الجزئين يعني كاب وإي إكس الكاب اللي هو الكابيتال كابيتال يعني رأس المال إكسبيندتشرز يعني المصرفات يعني المصرفات الرأس مالية versus الأوبيكس برضو كلمة مصومة النصين اللي هو الأوبي اللي هي الأوبيراتين إي إكس اللي هي إكسبيندتشرز اللي هي برضو مصرفات الأوبي اللي هو أوبيراتينج يعني هنا مصرفات التشغيل هنا مصرفات المصرفات الرأس مالية جمعاً طول حسابات بيسموها المصرفات الإيرادية والمصرفات الرأس مالية لا شيء من المصطلح المصطلح هيكون قدامنا إن شاء الله واضح في خلال المحاضرة دي بإذن الله وموضوع يكون بسيط جد معلش إحنا دلوقتي هنفترض قدامنا إن إحنا عندنا أست مؤسسة أو فاسيليتي المؤسسة اللي إحنا شايفينها دي تتكون من أونر شخص هو اللي بامتالي كازين مؤسسة طبعاً قلنا لفظ فاسيليتي يطلق على أي فاسيليتي يطلق على أي منشأ يطلق على أي على مستشفى على مدرسة على مصنع على مول على كنباوند واتفر إيه هي الفاسيليتي وإيه طبعية HD دي حاجات مشتركة بدنا فأي فاسيليتي في الدنيا لها اونر لها شخص بيمتالك هذه الفاسيليتي هو المسؤول عن البزنسستراتيجي بتاعتها هو المسؤول عن البزنسستراتيجي وليس الميترنسستراتيجي هو مسؤول عن البزنس يعني حدفع فلوس مش حدفع فلوس فين هو المسؤول لأنه هو في الأول وفي الآخر هو الكسبان ولو لا قدر الله فيه خسائر فهو اللي خسره فلازم الأونر ده يكون عنده بيزنس استراتيجي بعد الأونر بيبقى في في التشارت بتاعتك عندك السينيور مانجمينت الإدارة العليا مجلس الإدارة وتحتهم كده بقى بيبقى فيه منطقة كده إيه منطقة يعني رصاصي كده رماضية الناس كلها يعني دي حنكشف عنها الحجاب حنكشف عنها النقاط في الفترة اللي جاية دلوقتي في استكمال المحاضرات دي تحت هذه المنطقة الرماضية حيظهر عندنا الشخص بقى العامل اللي هو اللي بيقوم بالشغل لنا بنفسه الوبرائشنز مانيجر فوق منهم طبعا مدير عمليات السيارة ومدير التشغيل في فرق بين الوبرائشن مانيجر والمينتنينز مانيجر طبعا الوبرائشن هو مدير التشغيل بيبقى تحت منه بقى الانتاج لو في قسم الانتاج وتحت منه الصيانة الانتاج والصيانة مع بعض لو في مول مسلا بيبقى تحت منه بقى الـ soft skills اللي احنا الـ soft services اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده والـ hard services اللي احنا برضو ذكرناها المنطقة الرماضية دي هي ما هي القرارات أو الـ situation اللي ما فوق هؤلاء الأشخاص طيب علشان الأمور تكون أوضح والموضوع يكون بالنسبة لنا يعني انت هتبقى فاهم أنا أرقصه دي لازم تكون عندك معرفة بأن كل حاجة في الدنيا لها دورة في العمر بتاعها دورة حياة أي حاجة الـ asset الـ asset أو المنشأة أو الفاسيليتي لها life cycle لها دورة حياة بتبدأ بداية من الـ acquisition أو اللي هو الاستحواز أنت بتشتري الحاجة يعني أول بداية عندك حيث أنت بتستحوز على الشيء أو أنت بتشتري هذا المكان بتشتري المنشأة بتشتري المعدة بتشتري القطعة الغيار فأنت بداية أي حاجة بتبدأ بمرحلة قرار حضرتك باستحوازك أو امتلاك هذا الشيء فده أول بالنسبة للحياة فيه بيكون معمول حساب وفيه بيكون وفيه بيكون وفيه بيكون وفيه بيكون وفيه بيكون عامل حسابك على وفيه بيكون في آخر حاجة خالص بترصى على المشتريات يعني هو الموضوع باختصار أن أنت في فترة الاستحواز بتدرس دراسة كاملة وهو فيها حوالين مدى جدوى استحوازك لهذا الشيء واللي فيها بيكون دراسات كاملة بتتعامل حوالين مخاطر ريسك إبليويشن لأننا لو امتلاكت الشيء أو عدم انتلاكه هل ده حيفيد ولا حيدر المؤسسة كويس الاستراتيجيك كابتال سبيندينج ديسيشن قرارات المصاريف الرأسمالية الاستراتيجية قرارات الرأسمالية في حتة المصروف حصلت فين حجيب حجيب حخلي السماري أكتر في أنه اتجاه طبعا المرحلة دي ما تكونش في الغالب بتاعت حضرتك بيكون بتاعت الأونر أو بتكون بتاعتك في حالة لما تبقى أنت يعني أنت أنت الأونر أو صاحب المكان شال عمته كده وحطها عليك فهو كده خلاص معناه أن أنت المسؤول عن هذا المكان تفضل مونس خالد لا مونس الحمد زاكي هندس الحمد لله الحمد لله يعنيش أنا متأسف على أعطى حضرتك بس أنا بس عندي سؤال بسيط هو إحنا كده في الجزء بتاع إدارة الأصول مش في فرق ما بين الأسيت والفاسيليتي مانجمينت ولا هي جزء بس يندس هي أنا خدت الحتة دي خدت الحتة دي من علم الأسيت مانجمينت بس هي هي الفرق كفاسيليتي كمنشأة وكأسيت بها في الأول وفي الآخر إحنا بنتكلم عن أسيت يعني إحنا المنشأة دي هي عبارة عن شوية أصول جنب بعضها صح كده وشوية خنمات فهو في الأول وفي الآخر خلي بالك هما النوعين واحد ممكن يكون في الآيزو ده الآيزو بتاعها خمسة وخمسين ألف وده الآيزو بتاعها واحد وعربعين ألف الآيزو واحد وعربعين ألف لو أنت قريت فيه هبص تلاقي أن أنت أصلا ما فيش يعني هو كله مستقع من الأسيت مانجمينت تمام فيعني الفرقات مش إحنا اللي نحس بيها بقى مش إحنا اللي نحس بيها على المستوى اللي هو الفاسيليتي مانجمينت أو المانجر لاحظ كل الكلام اللي أنا قلت في الفترة اللي فاتي دي كلها ما كله كلها يعني عشان كده بقول لك الحتة بقى اللي هي فيها الفرق بقى قوي اللي هي الحتة المانجيرية القوي بقى العالية خالص والمش عارف إيه لا دي هتلاقي فيها فرقات وليس برضو كبيرة هو فرق في مصطلحات بس هم بس تمام تمام فتحت أمر فالكوزيشن ده اللي هو الاستحواز ده انت بتسحوز الشي انا خليني بقى قربها لك أكتر انت قطعة الغيار دي قطعة الغيار اللي الساعتك هتشتري الاسبير بارت اللي انت بتشتري ده يعمل وعملت ايه فاسيليتي يعني أنا حاجة أقول مثلا عشان برضو أثبت لك ان الموضوع واحد في المرحلة اللي احنا فيها الحياة دايما عبارة عن مراحل يا جماعة كل حاجة في الدنيا عبارة عن مراحل حتى المشاريع والبروجيكت تصبح الكلام ده عبارة عن ستيب ستيب انت بتبدأ بتفكر بتتخطط بتعمل ديزاين بعد الديزاين بتعمل بعد الامبليمينتيشن بعد الامبليمينتيشن انت بتعمل بعد الامبليمينتيشن بعد الامبليمينتيشن بتعمل فهي كلها مراحل واحدة فده تعالى بقى نضرب مثال اللي احنا قدامنا ده دلوقتي على على قطعة غيار لمعدة سير مثلا فلتر فلتر البنزين بتاع العربية بتاعتك هل ده انت هتقول عليه بقى ايه هتقول عليه فاسيليتي هينفع تقول عليه لفظ فاسيليتي مش هينفع لك هتفضل تقول عليه ممكن تقول عليه لان كلمة ترجمة الحرفية اللي هي الاصول الاصول السبتة مثلا يعني فعشان كده بقولك هنا في المحرارة دي مافيش فرق فكده ده الجزئية دي فخرينا بقى احنا اللي هو استحوازك لهذا الجزء او استحوازك لهذه القطع بعد ما بتستحوز عليها بتيجي على مرحلة اسمها الكميشنينج انت خلص بتتعاقد ان انت قررت ان انت بعد ما اشتريتها خلاص قررت ان انت هتشغلها بقى او حتتتعاقد على يعني بتاعت الكريت متاع الحاجة دي بقى الكريتش متاع الحاجة بتاعت اذا كلا سوابها هي مرحلة تبدأ بتصميم او مرحلة تركيب وبعد كلا مرحلة بقى اختبارات وخبالها حضرتك اللي هي بعد كلا خلاص متأكد ان الحاجة دي تعمل بالكفاءة اللي انت اشتريت من اجلها الشيء فبتاخد قرار ان انت خلاص بتهند اوفر الحكاية دي وان خلاص يا جماعة بتوقع الصيانة وبتوقع تشغيل تسلموا الراية واشتغلوا على الاسد او اشتغلوا على قطعة الغيار الجديد دي خلاص بقت معتمدة اديت لها الابروف يعني بمعنى اوضح بعد ما بتدي لها الابروف بتنتقل المرحلة اللي بعدها احنا قلنا دي تاني مرحلة تالت مرحلة اللي هي تحت دي اللي هي مرحلة التشغيل والصيانة مرحلة التشغيل والصيانة قلنا بدايتها بان انت تنتري تشغل الشيء تتأكد من اعداداته وتعده حسب مواصفات او متطلبات المكان عندك يعني بتشوف اداءها موقفه ايه بتشوف اذا كان فيه او لموقفها في الاخر خلاص انت دي تخلاص قرار بقى والمعدة فضلتشغالة وتاخد بقى فضلتشغالة وتاخد عمرها الافتراضي ها ها سنين 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 تعدي من التشغيل والصيانة وخلافه وعمليات التشغيل وعمليات الصيانة ومصرفاتها كلها بتيجي في الاخر بقى تتكلم على بتاع هذه الاسد او على هذه قطعة الغيار الديسبوزل ده وعمليات التكهين بقى خلاص انت بتشوف بقى عملية التكهين وبتحكم على هذه العملية من خلال اجرائيل يعني اما بيكون قرار اقتصادي بناء على بناء على عوامل حنذكرها فيما بعد او بيبقى يعني الخطط توسعية عندك او اعطال بقى هي تسببت فيها ومشاكل تسببت فيها هذه المعدة او هذه الاسد طيب ومناء عليه بتبتدي توضح بقى عندنا المنطقة الجريدي تبتدي توضح عندنا المنطقة الجريدي اللي هي الاسد مانجرز او لازم يكون عندهم قرارات قدرة على اتخاذ القرارات اللي هو النسل في الوسط دول دول اصحاب القرار ف المؤسسة هم اللي بيخططهم هم اللي بيقولوا استاء على الحاجة ديت ولا اشتريها ولا ماشتري هم لدي بيقولوا هنعمل مشروع هما اللي بيقولوا هنتعاقد مع شركة خارجية هما اللي بيقولوا اذا كنا هنعمل الصيانة دي Gross ولا اذا كنا هنعمل الصيانة دية تفق العقود خارجية واذا كنا هيبقى العقود الخارجية دية عقود سابتة سنوية ولا عقود حسب الخدمة هم اصحاب القرار فالموضوع كله في الاول وفي الاخر هو عبارة عن قرار وبيتخذ القرار وبيتخذ طبعا اه زي ما قلنا هي الصيانة ما هي الا اه موضوع اتخذ قرار يعني اه طيب اه 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 ان الراجل اللي هو شغال تحت ده اللي هو على الشمال خالص ده اللي هو بيصلح هو مش فاهم هو اصلا بيصلح في مثلا ده كلارك قدامنا هو الكلارك ده هو عمال يغير في الكاوتش كاوتش كل شيء يبوز هو يصلح him هو شايف ان انت اه اه انا بصلح ليه هو انا مش شايف انه فيه داعي اصلا من عملية التصليح لم تروحون تشتريوا حاجة جديدة وعلى النظير بخلافه خالص الجامعة اللي في الآخر بيقولوا لا أنا ما اشتريش أنا ما اعملش فكان وجب وجود شخص يعني حد يكون بقى خبير في النص هو اللي يحكم يكون حكم عادل ما بين الموقفين دول واحد عايز يغير أو هو بيقول بناء على حاجة هو مش فاهم عليها والتاني بيقول لا احنا لما نغيرش لأنه عايز يوفر فكان بقى الحاجة لازم تبقى حد يتدخل في النص يدي قرار بناء على داتا وبيناء على يعني أفكار منطقي داتا يكون هو بناها واستقبلها بشكل منظم يعني عشان نيخرج القرار في الآخر طيب نرجع لحتة بقى الكابيكس والأوبكس نتكلم حتة في الحتة على لابز أولا من وجهة النظر الكميرشيل حتة الكابيكس قلنا عرفنا أن هي مقصوب بيها الكابيتال اكسبينجرز أو المصروفات الرأس مالية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن يعني هو بيقول إيه؟ هو بيقول لك هو عبارة عن مصروف أو مصروف هنقول مصروف بتستخدمه الشركة أو بتصرفه الشركة عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر عملية تطوير عملية صيانة عليا حاجة هتضاف لرأس مال الشركة وحاجة هتضاف للأصل من أصول الشركة مش شرط أن هي تجيب لي مش شرط أن هي تجيب لي نفع حالي لكن هي ممكن تجيب لي نفع بعدين أو ما ينفعش ما تكونش موجودة مثلا على سبيل المثال سقف الخرصانة بتاع المبنى مثلا السقف الخرصاني الكامل عملية الصيانة اللي بتتم في سقف الخرصانة ده بتدخل تحت بند الكابيكس ليه؟ طيب ما ده عملية صيانة يا زيدي لا هي قصة مش كده هي قصة دي بتحافظ على أصل من أصول الشركة ودي جزئية اللي بقولون فيها and maintain physical assets زي building المبنى والtechnology أو أنت بتشتري معدة جديدة فالكابيكس is often used to undertake new project or investment by a company يعني وفي الغالب ده النص التاني من الموضوع النص التاني من الأحجية يعني النص التاني من اللغز هو أي استثمار أي مشروع بتقدم عليه الشركة أي مشروع بتصرفه في هزل في الثلاث بنوط دول اللي هم الصيانات الاستراتيجيكة القوي هتشتري مكانة هتعمل مش عارف هتصلح حاجة استراتيجيكة حاجة أسد حاجة أصل من الأصول وأن انت هتعمل مشروع جديد أو حتى استثمر فلوسك في جزء معين من الشركة ده التلاث حاجات دول لازم تحطوا تحت بند اللي هو الكابيكس Making capital expenditures on fixed asset can include معاو ده المسال اللي احنا ضربناه دلوقتي can include repairing a roof أن انت بتصلح سقف أو purchasing a piece of equipment أو أن انت تصلح جزء من معدة sorry تشتري تشتري ولاش تصلح تشتري جزء من معدة كويس or building a new factor أو أن انت تبني مصنع جديد من البداية ده برضو كابيكس حاجة في الكابيكس This type of financial outlay is made by companies to increase the scope of their operations or add some economic benefit to the operation يعني هذا النوع من المصرفات is made by companies اللي بتقوم بالشركات to increase the scope of their operation عشان تزود بتاع التشغيل بتاعها يعني تزود نطاق عملها من منتجات أزيد مثلا يعني لو هي هتشتري مكانة جديدة أو أن هي بتضيف بعض المنافع الاقتصادية على مرحلة التشغيل يعني هيجي مثلا في العربية مثلا بتغير نص مثلا تغير تحط مكانة جديدة وتير من مكانة قديمة فأنت بتضيف نفع منفع اقتصادية على عملية التشغيل بتاعت هي شغالة في الوضع القديم شغالة المعدة شغالة بتقولش لا ولكن انت بتضيف منفع شغالة ولكن بتستهلك منك فلوس أكتر ومصروف أكتر فأنت بتضيف منفع اقتصادية على مرحلة التشغيل طيب ايه هي برضو هو السمار في الأول وفي الأخر إن الشركات بتعملو تجرو أو مانتين ذير بيزنس أوبريشي هي في الأول وفي الأخر بيحنا بنتكلم إن دي عملية تشغيل أو عملية صيانة الشركة بتقوم بيها عشان خاطر يعني تحسن من وضعها التشغيل خلي بالك بخلاف أو unlike operating expenses بخلاف بخلاف مصروفات التشغيل اللي هي day to day اللي هي يوميا اللي هي مصروفات التشغيل دي بقى اللي هي النوع التاني مش الكابكس النوع التاني النوع التاني اللي هو اسمه الأوبكس ده دي مصروفات بتعملها أنت يوم بيوم يوم بيوم أو هي مصروفات بتزيد سنة بعد سنة من تشغيلك للبعد ما تقدرش تتوقعها كتير ليه لأن حاجة ممكن أنت النهاردة هنغير السقف بتاع الخرصانة مثلا بتاع المبنى بتاع الروف كويس فأنت مش هتعرف هو عيش قد ممكن يعيش مثلا 15-20 سنة وتحتاج تغير تاني فهو صعب قوي أنت تتوقعه على سبيل المثال مثلا قلنا لو شركة حابت تشتري expensive new equipment وحتشتري معد فإيها قدام اختار من خطير يا ما تشتري المعدة الغلي يا ما تشتري المعدة الرخيصة القرار ده بناء على ايه تاخد انت القرار ده انت قدامك كنت على تغيار هتشتري الغالية ولا تشتري الرخيصة بناء على ايه تاخد ايه القرار ده فلازم يبقى عندك النهو بتاع النهو بتاع الحتة دي طيب يعني مفاتيح كده لفظية حوالين موضوع الكابكس هي يا حتة مالية شوي بنقول فيها ان اي مصروف بتشتري بي بضاعة او بتاخد بي خدمة بتضاف لرأس المال في رصيد الحسابات بتاع الشركة وليس في الميزانية يعني وليس في رصيد الحسابات طيب ايه كمان هي المصروفات اللي يتعطي الرأس المالية ديت is important for companies to maintain existing property and equipment and invest in new technology and other assets for growth بمطقة البساطة مهمة هذه الكابكس للشركات لان هي to maintain existing property and equipment بتصلح معدة موجودة عندك بتصلحها بس تصديح بقى ايه يعني عمرة يعني حاجة زي العمرة مثلا and invest in new technology and other assets for growth وبتستسمر في التكنولوجيا الجديدة مثلا بتستسمر في حاجة حتخلي حتجيب معدة جديدة كمان يعني عنده خط انتاج فهتخليهم خطين هتخليهم وعندك اي حاجة هتقعد اقل من سنة ده مذهب بقى محاسبي شوية المذهب ده بيقولك it must be expensive on the income statement rather than capitalized يعني cannot be considered كابكس انت في الحالة دي ما تقدرش تعتبره من الكابكس يعني اي حاجة هتلاقي دورة دورة المصروف بتاعه هتاخد لها أقل من سنة لا خلاص انت بتقول لنفسك شكرا ده مش ما يعتبرش من الكابكس ده من الأوبكس فتطلعوا بره الحزبة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي طيب الكابكس what can كابكس tell you ايه اللي انت هتستفيده من حساباتك للكابكس ايه اللي انت ممكن تقدر تستفيده او تستمبته الكابكس can tell you how much a company is investing in existing and new fixed asset to maintain or grow the business الكابكس بتقول لك الشركة بتستسمى الفلوس قدية عشان تبني اصول لها الكابكس بتقول لك any type of expenses that that a company capitalizes الشركة بتقول لك الشركة الكابكس بتقول لك الشركة بتكبر قدية بتقول لك كمان ان الcapitalizing رأس مالية او حتة ان تحط الفلوس في رأس مال معين capitalizing an asset requires the company to spread the cost of the expenditures of the useful life of the asset يعني ان هي توزع تكلفة المصروف بتاعها على العمر الافتراضي بتاع هذه الاسد اللي انت اقتنتها طيب عشان يبقى الموضوع واضح شوية difference between الكابكس والأوبكس الكابكس اللي هي should not be confused with operating expenses يعني هي حاجة مختلفة عن مصروفات التشغيل حيث على عكس على عكس على عكس العمليات العمليات واجه واجه لك اراد ميت الف جنيه فالفرق ما بينهم عفوا انت صرفت ميت الف واجه لك اراد مت الف فالمكسب بتاعك 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 بتحسب على الميت الف المتبقية دي طيب لو انا صرفت 200 وجال 200 يبقى انا عندي 0 فالرقم الزير ده بناء عليها حسب التاكس يعني فهو هنا بنقول ان احنا بنستقطع هذه العمليات الاستثمارية او المصروفات الاستثمارية في السنة اللي تمت فيها هذه التعدلات او هذه العمليات الشراء والاستحواز يعني in terms of accounting and expenses is considered to be when the asset is newly purchased a capital asset or an investment has a life of more than one year ده المنافست اللي احنا قلناه من شوية انترى ما انت عدت السنة فتقدر تحتسبها كابكس وما تقدرش تحتسبها كابكس لو ما عدتش السنة وخلي بالك ان الشركة لو ما قدرتش لأ ده دي الحتة اللي جاية امثلة بقى على how to use capital expenditures ازاي تقدر تستفيد بيها مثال على ذلك هنقوله في معادلة كده اسمها السي اف توكابكس السي اف توكابكس يعني الكاشفلو توكابتال يعني الفلوس الكاشفلو الفلوس اللي جاية او الخارجة النسبة نواة تناسب ما بينها وبين الكابكس دي المعادلة دي هتستفيد منها هتستفيد منها ان المعادلة المعادلة اللي احنا هنشرحها في الفترة في السلايد اللي جاي لو الريزولت بتاعها اقل من الواحد اعرف ان الشركة دي داخل على تفليسة هتفلس الشركة دي هتفلس نتيجة ايه بقى نتيجة ان هي مصرفاتها هتحتاج تقترض علشان خاطر توفي التزاماتها ماشي وعشان تشتري اي حاجة خاصة بالاسد بتاعك فاذا لازم الرقم اللي جاي ده يكون ايه اكبر من واحد وهنضرب مثال لشركة ما سبعة الشركة دي تم عملها بسبعة واربعة من عشر مليون بليون دولار مثلا شركة تانية عملت بواحد وربع مليون خلنا في المثال بالشكل اللي هو الاوضح ده يعني النسبة والتناسب دي عبارة عن ايه بتساوي ايه النسبة اللي انا عايز اوصل لها دي عبارة عن الكاشفلو فروم اوبريشن على الكابيكس يعني الفلوس اللي جاياني من العمليات سوى بها عمليات الانتاج او عمليات التصنيع او عمليات السيرفز اللي انا بقدمها الى الى ايه الى الكابيكس الى الكابيكس اللي هو رأس المال اللي انا ضخيته عشان اعمل المشروع بتاعي طيب نوضح اكتر نوضح اكتر مشروع انا جاب لي فلوس اربعة عشر ونص بليون دولار جاب لي 14.5 بليون دولار وأنا ضخيت في الكاشفلو 7.46 بليون دولار حقسم دي على دي هيديني الرقم ده الرقم ده قلنا لازم يكون أكبر من واحد هو ده النسبة اللي بتاعت قيمة الكاشفلو للكابكس هل الكابكس اللي عندي دي مخصراني ولا مكسباني مخصراني ولا مكسباني فده ميرور وإنديكيشن كويس جدا يوديك في حتة انت الكابكس اللي انت صرفت عليها دي هل هي يعني هتجيب تمانها يعني هتبقى افكتف ولا مش افكتف طيب ده اللي هو ايه المثال الاولاني فيه مثال كاني بيقول لك معادلة كده اللي هو يعني دي مش مهمة بالنسبة لنا ولكن يعني الشيء المعادلة دي الغرب منها عشان يعني بيسموها ايه بيسموها مثلا الخبير المسمن شركة عايزة تتفض شركة عايزة يعني شركة عايزة تتفض فمين بقى اللي بيقيم الوضع الحالي اللي المنشاقة وصلت ليه وان المصرفات وصلت ليه بييجي بقى خبير مسمن يقول لك الوضع كذا كذا بييجي مثلا وفقا للمعادلة اللي احنا شايفينها دي والبارامترز بتاعتها اللي هي عبارة عن الفلوس اللي تضخف بكل واحد من المساهمين الكابكس الأصول اللي عندي قديه معدل الاهلاك بتاعت قديه نسبة الدين لو فيه تغييرات في الأعمال ولا حاجة فكل ده بتتحط في معادلة واحدة عشان تيجي تديك قيمة في الآخر للمبنى او للكامباني بتاعتك كإجمالي عشان لو حد مسلا من الشركة على قدر الله عاوز يخرج او مسلا لو بيقى شغل بقى مقصة في البورصة والكلام اللي انتم عارفينه ده نقلب شوية بقى حتة انجينينج احنا اتكلمنا كده حتة شوية في الفترة اللي فاتت دي كلها بقى ان محاضرة هوت ونص المحاضرة التانية هوت بنتكلم فيه حتة فيه شوية محاسبين شوية الجزء التاني بتاع بقى اللي هو الكابيكس ده رأيز ان الكابيكس ده من الحتة دي ليه علاقة بالأسف مانجمنت ليه علاقة بالأسف مانجمنت يعني ليه علاقة بحسابات فلوس وحسابات وبيزنس وبيزنس شير هولدرز وليه علاقة بأوجيكتفز وبلانز فهو هنا الكابيكس يعني يعتبر حاجة شوية اكتر منها اكتر من الايه اكتر من الاوبيكس طيب الكابيتال اكسبيندشرز اه عرفناها قبل كده وانه هي المصروفات اللي البزنس بيصرفها عشان يشتري بيها major physical asset to expand the company بيشتري بيها حاجة ملموسة physical واسد ملموس عشان خاطر مثلا يوسع الشركة او عشان مثلا يزوب من ارباح كويس فهو ده الكابيتال يعني حاجات رأس مالية على سبيل المثال الاكوزيشن بتاعها قرار انت كلها عبارة عن قرارات بقى جماعة كل القرارات اللي جاية دي تنترج تحت قرارات الكابيتال او الكابيكس الاكوزيشن قرارات الشراء بكلها كلها اللي هنا more than one year دي كلها تعتبر تحت مصروف الكابيكس العمرات الكبيرة او عملية الاستبدال الوسعة نشيل مكانة خط انتاج ونستبدله بخط انتاج تاني قرارات التكهين كل دي قرارات كل دي قرارات رأس مالية رأس مال هو اللي بتحكم فيها كل دي قرارات مش انت بس اللي بتشارك فيها فكلها لابد ان هي تندرج تحت بند الايه الكابيكس طيب لو قلنا هنا على مثال مثلا الحاجة من اللي هو السيناريوهات اللي هي بتخص هذا الجزء يعني انت عندك كابيتال معين المشروع اولاني مشروع تاني سوري نفس المشروع بس السنة الاولانية والسنة التانية والسنة التالتة دي على فكرة بيسموها السمارت السمارت بلانينج يعني السمارت بلانينج دي يا جماعة لو حابين نتكلم فيه بالتفصيل مش هنقولها دلوقتي لكن هي موجودة في صفحة تقريبا مش هارف خمسمائة وستين خمسمائة وستين تقريبا حاجة كده يعني في الاتاجد اللي انا عملته لكم في الاتاجد اللي هو الكتاب اللي هو الهند بوك بتاع الفاسيليتي منجمت موجودة يعني عشان دي اسمها السمارت دي متسميها على اسامي اشخاص يعني مش هارف واحد اسمه اس والتاني اسمه ايش كده يعني في الكابيتال دي ده رأس مال الشركة في سنة 2010 في 2011 ضخ الفلوس هنا بنسبة أقل يعني الطريقة دي بصراحة يعني معقدة شوية ولكن انت مثلا البرامترة اللي بتشتغل عليها هي كالقاتي الكابيتال رأس المال الانوالي فاندد نون دستريكشنيري الانوالفلوسين انت بتضيفها مباشرة والليز كوسس الاجارات بتاعتك تكلفتها كام او ليز انكم لو انت بتأجر حاجة للناس ففي انكم جايلك الاسمه انت محتاج المكان عشان توفي التزاماتك فانت محتاج المساح عندك تتزايد او ترضاعف او تقل يعني على حسب احتياجاتك مش هركز فيها قوي لان هي ايه طريقة شوية يعني قلنا تفيد الاستراتيجي لو حد بتكلم في البيزنس هتفيده اكتر ده كده خلصنا الجزء الاولاني من السلايد بتاعنا اللي هو الايه الكابكس انا بس عايز اوقف الريكوردينج هنا عشان بس الحجم بتاع الفيديو ميبقاش كبير فعملوا هانا ستوب ركوردينج وهب